السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أقاة أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة التأهيلية لطلابي وطالباتي في الصف الثالث تأهيلي فأهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي خرجي هذا العام إذن أبنائي وبناتي درسنا عن مواقع التواصل الاجتماعي برنامج لينكت إن في البداية أبنائي وبناتي نسترجع أنا وأنتم أهم القوانين والتعليمات التي نتفق على اتباعها عند مشاهدة دروسنا عبر قنوات عين التعليمية إذن أولا أبنائي وبناتي قبل مشاهدة الدرس ماذا علينا أحسنتم؟ إذن النقطة الأهم عند اختيارك لمشاهدة دروسك عبر قنوات عين التعليمية اختر مكان مناسبا للتعلم يكون مهيئا خليا من الضجيج اجلس جلسة صحيحة بحيث سليمة حتى تحافظ على جسمك ما تشعر بالتعب والألم كذلك تقول لديك معرفة مسبقة بجدولك وأوقات التعلم المباشر سواء على منصة مدرسة أو عبر قنوات عين التعليمية من خلال معرفتك المسبقة بجدولك سيساعدك في ترتيب جدول حياتك اليومية سيساعدك في ترتيب وقت للدراسة ووقت اللعب بالتالي تنظيم وقت أوقاتكم أبنائي وبناتي وذلك بالاستعداد قبل بداية الدرس بتجهيز كتابك المدرسي أدواتك جميع ما يلزمك يكون بالقرب منك استمع إلى درسك بتركيز وأتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المخصص لا أبنائي وبناتي أوجه رسالة خفيفة إلى أولياء أموركم وأحملكم أمانة توصيلها نطلب منهم تقديم الدعم والتشجيع لكم كما نطلب منهم متابعتكم أثناء مشاهدة دروسكم قنوات عين التعليمية ولا ننسى دعمهم في تطوير مهاراتكم الرقمية بداية نتحدث عن درسنا ألا وهو مواقع التواصل الاجتماعي برنامج لينكت إن الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على كيفية استخدام برنامج لينكت إن أهداف التدريسية الذي أسعى معكم إلى تحقيقها أولا أن يذكر الطالب والطالبة ما هو برنامج لينكت إن ثانيا أن يستخرج الطالب والطالبة أيقونة برنامج لينكت إن ثالثا أن يذكر الطالب والطالبة التعليمات التي يجب أن يراعيها أثناء التسجيل في البرنامج رابعا أن يطبق الطالب والطالبة خطوات التسجيل في برنامج لينكت إن خامسا أن يدخل الطالب والطالبة بياناته الصحيحة في برنامج لينكت إن إذن برنامج لينكت إن هو برنامج أبنائي وبناتي خاص لعرض طلبات التوظيف من قبل الشركات والمؤسسات والهيئات لذلك أصبح نقطة تجمع للأشخاص الطالبين أو الباحثين عن عمل لماذا؟ لأن هنا الشركات جاء ستعرض وظائف وتعلن عن الوظائف فبالتالي أصبحت برنامج لينكت إن وسيلة لتجمع الباحثين عن عمل يبدأون بنشر سيرتهم الذاتية أصبح لأي شخص يبحث عن مثلا موظف أو يبحث عن عامل بمواصفات معينة يبدأ بالبحث في برنامج لينكت إن لذلك برنامج لينكت إن يعتبر موقع للتواصل الاجتماعي لماذا؟ لأنه يسهل عليه التواصل مع الأشخاص الباحثين عن عمل أو الباحثين عن مثلا فرص عمل أفضل من العمل التي هم وجدين فيه يتيح لهم برنامج لينكت إن ذلك إذن مميزات هذا البرنامج أنه يمكن إنشاء حساب تعرض فيه سيرتك الذاتية طبعا أنا لو قلت أنه مثلا بإمكانك تخيل معي أنه أنت تنشر سيرتك الذاتية وتعلن عنها وبالتالي ستأتي الشركات والهيئات والمؤسسات لتتواصل معك برنامج لينكت إن قدم هذه الخدمة لرواد هذا الموقع بحيث أنه أتاح لهم نشر سيراتهم الذاتية لتتواصل معهم الشركات والمؤسسات والهيئات الراغبة بهم للعمل لديهم إذن يمكنك أن تنشأ حساب بعد ذلك تبدأ بنشر سيرتك الذاتية على موقع التواصل الاجتماعي برنامج لينكت إن إذن أبنائي وبناتي يمكنك دخول موقع التواصل الاجتماعي لينكت إن وبالتالي التسجيل فيه وإنشاء حساب خاص صنبك يعني لكل فرد منه يستطيع الدخول لموقع التواصل الاجتماعي لينكت إن والتسجيل فيه وإنشاء حساب خاص لأنه راح ينشرح حساب بالمؤسسات اللي مثلا يتميز بها بمهاراته هوياته شبيه بسيرته الذاتية تعرض في مؤهلاتك وطرق التواصل معك إذن قلنا أن من خدمات اللي قدمها لينكت إن إنك تنشر سيرتك الذاتية كذلك ممكن يوفر لك أنه ماذا يقدم لك خدمة أنك تنشئ معلومات مختصرة عنك مؤهلاتك الأشياء اللي أنت تمتاز بها كذلك طرق التواصل معك مثلا بريدك الإلكتروني أو حتى رقم هاتفك المحمول إذن أبنائي وأبناتي أنه يمكنك الدخول موقع لينكت إن كذلك تواصل لينكت إن والتسجيل فيه وإنشاء حساب خاصا بك يتضمن هذا الحساب مؤهلاتك طرق التواصل معك الدخول لموقع وبرنامج لينكت إن ماذا يطلب؟ يطلب مننا أبنائي وأبناتي نجهز بياناتنا تكون لدي الاسم واضح أن أستخدم اسمي الحقيقي ما أستخدم اسم مثلا يكون مختصر ما أستخدم اسم كوميدي يقلل من شخصيتي أو أنا الآن في منشأة أو موقع خاص بتقديم كأني أقدم على جهة عمل رسمية لذلك أكون حافظا على أقدم سيرتي الذاتية وأقدم عن نفسي بشكل رسمي أبنائي وبناتي ماذا سنتعلم في هذا الدرس أبنائي وبناتي؟ سنتعلم أهم المهارات أو أهم الإيقونات اللي ممكن نستفيد منها الموجودة على موقع لينكت إن أبنائي وبناتي نشاهد هنا الصفحة الرئيسية إذن شاهدنا ماذا؟ إيقونا الأولى تدل على الصفحة الرئيسية شبكتي اللي هي المعلومات الخاصة بك أشخاص المضافين لديك كذلك الوظائف اللي ممكن تتاح لك إنك تشاهدها اللي تتناسب مع خياراتك كذلك هنا الرسائل الإشعارات الصفحة اللي خاصة بك إذن ستجد هذه قائمة الخيارات عند الدخول على الصفحة الخاصة بجهة التوظيف اختر ما يناسبك منها إذا كنت تبغى الصفحة الرئيسية تبغى تنظرة تطلع على الوظائف إعلانات الوظائف إذا كنت تبغى تعدل في معلوماتك وبياناتك من خلال صفحتي كذلك تفتح الإشعارات الرسائل اللي تلقيتها من خلال الدخول على إيقونات الرسائل بطريقة هذه أبنائي وبناتي ما رح يطلب منك جهد أصبح لديك أيقونات أشبه بالمواضيع التعريفية لكل جهة أو لكل قسم حاب ندخل الصفحة الرئيسية إذن نتجه إلى إيقونات الصفحة الرئيسية حاب أعدل على بياناتي أدخل على صفحتي على إيقونات صفحتي أيضا لدينا هنا قائمة خاصة بوظائفي ممكن ندخل على وظائف راح تدخل لاحظوا هذه العبارة لو دخلنا على كلمة الوظائف ماذا سيظهر تحتها أبنائي وبناتي سيظهر تحتها مثلا وظائفي تنبيهات الوظائف اختبار المهارات إرشادات للباحث عن وظيفة إعدادات التطبيق يمكن أيضا الاستفادة من هذه الأيقونات الموجودة في البرنامج للحصول على نتائج بحث سريع والله أنا أبغى أحدد مثلا مهاراتي في مثلا في الحاسب أدخل على اختبار المهارات وأبدأ أجرب وأختبر مهاراتي في استخدام الحاسب في استخدام مثلا في الكتابة في استخدام برنامج ال-XL كذلك أبنائي وبناتي تنبيهات الوظائف أنا إذا حبيت مثلا نكون في إعلان عن الوظائف راح تظهر لي وظائف تتناسب مع المهارات والمؤهلات التي قمت بإضافتها راح تصدر لي هنا إشعارات وتنبيهات وظائفي اللي هو مثلا أنا حبيت والله أضف وظائف الأشياء اللي أنا قمت بالتقديم عليها وظائف أنا التحقت فيها بالسابق إذن كلها ألقاها في تحت هذه الأيقونات راح تسهل علي عملية البحث كذلك الأيقونات الموجودة في البرنامج هي للحصول على نتائج بحث سريعة ما راح يطلب منك أنك تروح تبحث على كل وظيفة لا تقدر تبحث عن الوظائف التي تتناسب معك من خلال تنبيهات الوظائف راح تظهر لك كذلك مجرد ما تختار تنبيهات الوظائف راح تفتح لك صفحة بالوظائف وإعلانات الوظائف التي تهمك هكذا أبنائي وبناتي وصلنا إلى نهاية درسنا قبل أن نختم سأسألكم سؤال سريع برنامج يساعدك على نشر سيرتك الذاتية بغرض البحث عن العمل هو برنامج لينكت إن أم برنامج التليجرام أحسنتم برنامج لينكت إن يساعدني على نشر سيرتي الذاتية أبنائي وبناتي وبالتالي يتيح لي فرصة الحصول على عمل بإذن الله إذن هو وسيلة لنشر سيرتي الذاتية ولحصول على فرص عمل أبنائي وبناتي تتناسب مع مؤهلاتي نحرص جميعنا على نشر سيرة ذاتية تظهر فيها مؤهلاتنا كذلك نظهر فيها بياناتنا بشكل رسمي وواضح كذلك يتيح للجهات التواصل معي أضع طريقة للتواصل معي دائما أحرص على تحديد صفحتي باستمرار حتى تظهر للشركات والمؤسسات والهيئات أستودعكم الله أبنائي وبناتي وألقاكم على خير بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغرب